أهلاً بيكو، رجعنا لكم مرة تانية والفقرة التانية مع الهندميد معنا بقى النهاردة ومعنا للمرة التانية الفنانة المتميزة المبدعة مصممة وفنانة الكوريشي نوها أهلاً بك يا نوه أهلاً بك يا هادي نوها بقى النهاردة يعني جايبها لي شوية حاجات بسيطة هي عاملة كوليكشن كده جديد يعني جايبها جزء كده بسيط الحقيقة حاجات في منتهى الجمال طبعاً زي ما انتوا شايفين كده قدامنا الأول بقى أنا برحب بك المرة التانية طبعاً نوها معينا للمرة التانية في البرنامج بتاعنا كل جديد عشان تقدم لنا بقى الجديد على فكرة نوها عندها قناة على اليوتيوب بتعلم الكوريشي اسمها بقى أي قناة؟ يوميات كوريشيهات يوميات كوريشيهات يوميات كوريشيهات اللي عايز يتعلم اللي عايز حاجة معينة من الحاجات اللي انتوا شايفينها دي يدخل عند نوها يعمل لايك اشتراك واشتراك وهيشوف كل حاجة حلوه وحاجات كتير اوه هي تعليم فعلاً اتكلميني بقى عن الشغل اللي انتوا عامناه ده عشان احنا مش عايزين نبقى نضيع ولا دقيقة عايزين نشوف الحاجات انا اول حاجة لفتة نظري بقى معلش جماعة اه العيون دي الشنطة الحلوة قوي دي مش عارفة يا باينة هي باينة كده تمام دي عبارة عن جلد ودخلت معها خيط الخش شغلها على فكرة بسيطة قوي وبيخلص يعني في يوم اقل من يوم كمان عشان داخلها جلده اكتر اوه واسع بقى من جوه جامد فبتشيل معيكي ممكن تستخدم لو مثلا مثلا واحدة معها بي بي كلام ده هتحط فيها كل او جدا وجميل ولو راحة جامعة هتحط فيها الكتب بتاعتها كل حاجة كل حاجة دي شنطة الجلد او دي الجلد جلد كلها جلد واللي معاكي دي بالخيش دي كليم خيط كليم مع الجلد برضو اللي هو انا حاببت انوح ان هو الجلد اادرا اني كنت تدخلي معايا مكرمية اادرا تدخلي معاكي كليم اادرا تدخلي معايا كرشي اللي هو الخيش ف ما فيش حاجة بدول لا لا أوه يبقى يعني فيه فكرة فيه فكرة جديدة وأنا بحبت أنه على الصراحة وبتسهل الشغل معكسة جدا أوه وإبر مختلفة بقى بتعمل يا فقط دي بقى دي ودي يعني مثلا هي أول واحدة دي خدت معي يوم الكليم دي برضو ممكن يوم لأن الكليم سريع والإبر بتاعته بتبقى كبيرة وشنطة المدرسة بقى جميلة دي شنطة المدرسة دي خدت يومين تلاتة يام حاجة زي كده دي بقى فيها الخشب دي بخط إيه بقى مكرمية يعني دي خشب وديجنط عبس حلوة قوي على فكرة جميلة دي خدت معي تقريبا من يومين أو تلاتة يام تضبيط بقى بالفينش بكل حاجة فمخدتش برضو يعتبر وقت كبير بسي عزيك تكلميني بقى عن كل حاجة أنت عملاها بقى دي خطها إيه ودي عملتها الفكرة جاتلك إزاي يعني أنت بقى تكلميني عن شغلك الجميل ده دي أنا عملا بارح بالليل سريعة دي أنت عملا بارح بالليل بس ما بتاخدش برضو وقت أنا بحاول إن أنا عشان إنديا بتعلمي فاللي هو اللي قدامك ما يبقاش عليه مشقة فعايز يتلقني الحاجة بسهولة فاللي هو إيه بتديله الحاجة السهلة وفي نفس الوقت بيبقى إنتاجها سريع ما يكونش مكلفة ومش مكلفة يعني أنا دي يت من بوايا خيوط وهي أصلا مفروض إن هي ديكور طارة وبتعليها مثلا بقى أطفال في العربية ممكن حتى تنفع جدا في كل حاجة وكانت كمان الظهر بتاعها كرتونة كده بدل مرميها قلت أستفد منها كمان إعادة تدوير أيوة يعني إعادة تدوير وكل شيء اللافت بقى نظر الإلسانية اللي شكلها حل وديك مش هنيجي جنبها عشان شكلها جميل والكسترات بتاعتها بقى والكسترات بتاعتها حلوة أوي أوي أنا أول مرة أشتغل أصلا الصواني دي برضو ما خدتش معي شغل هي خلصت برضو في يوم لو أنت يعني إيه اللي هيشتغالها هيقعد عليها بتخلص على طول وتزبطيها مش أكتر ما فيهاش فكرة أصلا هي دوبك تزايد وبتطلع للدوار عليك لا هي فيها فكرة طبعا إنها شكلها جميل جدا وفيها إبداع ومش أي حد تبعني هي حتى طريقتها موجودة على القناة بتاعتي وطريقة الشنطة اللي هناك أغلبية الحاجات اللي أنا أصلا كلها على القناة تكلميني بقى عن إيه تاني موجودة عن ذلك سليبر طبعا أنتم شايفين لونه يعني أنا مش هتكلم هو فعلا حلو جدا على الطبيعة أه لا وكمان هو إعادة تدوير يعني لو مثلا الشفشف بتاع البيت بوز خلص مش هرمي النعال هاخده وهعمله بقى حاجة جديدة تانية خلص هو النعال بتاعه حتى اللي هو الكويتش الشابياش بتاع تدوير يعني بصي الحلقة دي التعليم يعني الحلقة دي عشان بنواجه الناس اللي قاعدين في البيت بدل ما هم قاعدين فاضلين لو عايزين يشغلوا وقت فراغهم يتعلموا وده اللي فيه حاجات في البيت تترمي كتير وأفطار كتير ممكن كمان تستفد منها كربح كديكورات كزينة عمتني يعني فممكن استفدها لها شخصية مثلا السليبر ده هيتلبس هيدفي ومعشي فايبر أنت بالنسبة لك أن أي واحدة بتشتغل في الكوريشي أو أي واحدة حتى لو سبنا بقى من وقت الفراغ اللي عايزة تعمل بزنس من البيت مشروع صغير الكوريشي على فكرة الكوريشي مربح جدا أو تقدر اللي هي من خلاله بس عايزة تبقى يعني تحوط تركيزها كله فيه اللي هو أنا مش هعمل تتعلم كويس أو واللي هو أنا مش هعمل مثلا المنتج ده وخلاص بقى هكسل لا اعمل إبداعي طلعي هتلاقي إيدك أصلا طالما خدت على الشغل هتقدر أنك أنت تشتغل كل حاجة في ناس تخصوصها بس في شونط في ناس تخصوصها في الحاجات اللي هي صورة أنت رأيك آنوها أنا رأيك نوع أو مش كده يعني فيه لبس زي ده كده أنا عايزة بس أوريك هو دي ده معمول بالغرزة يعني ده كانت فكرته جاية أصلا أن أنا كنت هشتغله كله غرزة واحدة بس جيت لقيت بقى أن أنا عايزة أعمل حاجة جديدة كده اشتغلت الكشور السمك دي اللي هي التأفيلة دي مش أكتر أو فهو حلو قوي ماشي تمام يعني حلو قوي وجميل الصراحة في لبسه أو حاجة جديدة خد منك قدقي وقت قدقي هكبني أول غرزة دي اللي هي عمزة ما يكون مردي كده للجاكت وكمان عملت له زونت كمان أكبشوه هيبقى لا هو صراحة يعني عملي جدا في لبسه وممكن على فكرة هو ممكن يمشي صيفي كمان بس هي يعني لا بداء لها النهاية دي ما بينشتها والصيف هينفع يعني أغلبية الوقت هتقدر اللي هي تعمل لبسه بجنت بجنت ببجنت ببرافو عليك حاجات دي كتيرة بقى أفكار على فكرة شايف حاجة ملونة كده هناك ده بعيد عن الجوانتي ألوانها تحفى دي ألوان متدخل دي شلة واحدة دي شلة واحدة لها الجنجان تقدر إن هي اللي عايز يعملها يعني مش مكلفة هتجبها هتشتغلها بنفس الغرزة ترقيتها برضو على القناة دي بقى كانت فكرتها في إيه في كوفيات الهات طويلة ممكن الناس تتنيها واتدخلها في بعضها كده فأنا عملت فكرة نفسها اللي هو على سبيل تلبسيها يدبك بتلبسيها لها زرائر ممكن تفقيها وتلفي هي أصلا مسلس بتاخد شكل مسلس كده وبتلبسيها على طول وخلاص هي خدت نفس الشكل ده كده حلوة سهلة أو سهلة جدا وبرضو يعني هي صراحة دي خدت شوية لإني هي بتمشي غرس كتير بس ما خدتش يعني حوالي برضو يومين ثلاثة كده مش اللي هو إيه أكيد عنتك بقى أطفال أطلع مش عايزين نقول يعني فيه ناس عندهم وقت فاضي يعني الوقت بيبقى ممي إنما أنت عنديك أطفال وبتشتغل وعمل الحاجات دي كلها ده إنجاز وإبداع واللي بيبقى عاوز يعمل حاجة فعلا بيعملها بتخلق الوقت تحدي المرأة تتحدى 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 من شغل البيت وشغلها وكل حاجة أنا يعني أنا مبارحة أنا ديت عاملها فعلا مبارح كنت يعني ببص فعلا رغم الإرهاق بس لا أنا هعملها الكوار دي نفسها بتاخد وقت جدا يعني بتاخد وقت مجهول وتفضل وتقصي وتعملي ادخلوا على القناة بتاعتنوها علشان تتعلموا الحاجات الحلوة الجميلة دي ممكن تطلعوا أفكار الرادي طبعا سأقول لك بقى دي كمان ديت دي ما أنا عايزة أسأل عليها ديت حاملة للفرش الأسنان يعني احنا ما سبناش برضو لإيه فوق الفرش أو حلوة أو بتحط فبقا مع جنوس والفرش بتاعتك والكلام ده بس حاجة كده تفتح النفس على الصباح بس وإلام وياه وممكن إلام وممكن القبر بتاعت الكروشيه نفسها ممكن تستخدم برضو إن كنت تحط فيها الحاجات دي الجوانتي ده برضو فاكرا أنت الجوانتيات اللي هي بتاعت زمان اللي فيها دونتيل فأنا حولت الفكرة إن هو يبقى القنار اللي طالع ده أو الدونتيل ده يبقى كروشيه حلوة بس يعني نادي تسلم إيدك وتسلم أفكارك ربنا أخلك يا حبيبك بتشغل بقى الخيوط أي خيوط أو بس تنال مؤخرا يعني أنا أول ما بدأت خالص ليني طبعا كانت تجربة ولسه بتشوفي إيدك كماشية ولا لا كانت خيوط مصرية دلوقتي بايت أشتغل بقى في الخيوط اللي هي التوركي والحاجات اللي هي الغالية شوية علشان يعني طلع منتج حلو خاصة لو هعمل للناس يعني اللي هو لما حد بيطلب مني منتج يعني مثلا دين دي بخيوط مصري كان بواقي خيوط عندي مصري برضو ليه شغل آه أصليات ديكور فمش هتستخدميها لكن لو مثلا حاجة هتتلبس حاجة هتستعمليها لازم أنت بقى الخيط والخيط بقى إيه الأنواع الخيط غير الكليم أنت اشتغلت قلت بكليم وقلت بخيش الخيش ده طبعا لسه جديد آه الخيش ده لسه نازل أو لسه جديد حابت برضو أجربه وفيه بقى اللي هي الكوتن جولد فيه الإليزا فيه كل حاجة اللي هو القصدي أنا أصد مش نوع الخيط مركته قصدي يعني قطن أكلين أيوة فيه القطن كل حاجة قطن واللي هو والسوف والسطين برضو ستندة جديد برضو أو فيه كم من السواري ما هي الستنات والسواريهات دي فيه خيوط سواري دي بتنفعل شونة السواري مثلا فيه اللي هي لو هتعملي بلوزة سواري كده بتنفعل فيه حاجات من ديع القناة بتاعتك ولا لسه ما نزلتيش لا الستديات لسه أنا أويان شاء الله لما هجيب بس الخيط ده وهبتدي بقى أن أنا أنتك حاجة سواريه طب انتوا لو عايزين اللي عايز يتعلم يعني القناة بتاعتناها هتلاقوا فيها كل الحاجات دي وطبعا هي ما شاء الله عليها الحاجة مبسطة هنة جدا وعمل حاجات جديدة وحاجات سهلة وكل حاجة بتقول عليها سهلة فيعني اللي عايز يتعلم بيدخل عند نوك ايه عملة بقى ايه أنا عارفة أنش عامل حاجة كتير جدا بس طبعا ما عارفتش تجيبي كله اوه فيه هدوم بأغلبيةها هدوم فيه ممكن يعني أنا حتى كمان حاليا بفكر أن أنا أعمل جيبة كده بالكروشيه أن هي تبقى حاجة مختلفة تماما وليها ايه رسمة معينة لأن طبعا يعني الجيبة مش هتطلع ايه ومش هتطلع باللي هو يدوبك هتعملها سقط كده لا هي عايزة تبقى يعني فيه وسع ونزلة أو مثلا داي من فوق الوصف عايزة تصميم معين فدي الفكرة اللي جايبة ان شاء الله بوسي احنا بجد أنا استمتعت جدا بالحاجة بتاعتك وكان نفسي بالوقت يبقى أطول من كده بس احنا برضو بنحاول يعني ايا كان الوقت وايا كان احنا اهم حاجة عايزين نوصل معلومة للناس والناس تستفيد وعايزين نوصل لكل واحدة عندها مالة لكل واحدة مش لقي حاجة تشتغلها كل واحدة بتدور على مشروع مربح عندنا حاجة ممكن نعملها وإحنا عايزين في بيتنا ادخلوا على القناة بتاعت نوها ولي كده اسم القناة تين يوميات كرشيهات يوميات كرشيهات هتلاقوها موجود فيها كل الحاجات دي وحاجات أكتر بكتير حايزينك تبين معانا في حلقة تانية ان شاء الله وبقولك ان انت نورتينها وبشكرك جدا جدا على الكليكشن اللي تحفظ وإلى اللقاء في حلقة قادمة